يا صباح الفل زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير حالاتنا بس النهاردة مهمة هتكون سريعة شوية اه عشان انا لاحظ ان في تغييرات شوية تمت على بعض البنوك التقديم على البنوك دي اه اتغير من اه التقديم على عن طريق المواقع الخاصة بيهم دي اه التقديم عن طريق وانا ملاحظ كمان بقى لي فترة ان الكل الوظائف بتاعتهم تقريبا بتزعى على وبطلوا نزلوا اي وظائف اه عندهم على الصفحات الرسمية بتاعت البنوك دي البنوك دي منها البنك مصر منها الاهلي الكويتي منها اه منها خلاص بدأ يشتغل في مصر بس اشغال شركات حاليا يعني طول ما انت معدي كده هتلاقي في بنوك بتنزل وظائف بس بدأت تنزلها على فانت محتاج تبقى اخي البلك وتبدأ تقدم اه على طول اول ما تلاقي وظيفة زي كده لان العدد بيكون كبير واعتقد هم برضو وظبي الاسلامي صحيح واحد منهم وبنك اسكندرية اه فانت محتاج دايما تتابع المواقع دي وتشوف الوظائف بتنزل امتى وتقدم على طول لان انا اعتقد يعني هم بيبدأوا يترجطوا يعني عايزين الناس تكون شوية اسرع واعتقد بتاع لينكد ان بيكون اسرع هو بيدي تقليمات على طول الناس ده بطبيعة الحال لازم في الحالة دي تهتم شوية بالبروفيال بتاعك بتاع لينكد ان تحدثه باستمرار تحاول تضيف حاجة جديدة دايما اه تحاول دايما بتبدأ تظهر في محركات البحث وده عن طريق ان انت بتخلي دايما بتاعك في الوظيفة اللي انت حاجب تشتغل فيها او بخبرتك ويكون في تفاعل ويكون وتكبر الشبكة اللي عندك خليها مسلا كلها من فئة بتاعة البنوك من اه ناس في البنوك من اه مديرين اقسام وحاجات زي كده وده هيساعد كتير اه تعال يقول له بينا واريك وازاي هتقدروا تقدمه او ازاي تقدر تعمل فلتر او تجيب وظائف البنوك دي بشكل بسيط احنا عندنا هنا اه طبعا موقع انت اول ما بتفتحه بيكون دي الواجهة الرئيسية لو انت اول مرة تتعامل عليه احنا كنا عملنا فيديو قبل كده اتكلمنا فيه ازاي تقدر تنشئ حساب على وتبدأ تستخدمه لو ما شفتش الفيديو ده هسيب لك اللينك بتاعه ابقى ادخل شوف ازاي تعمل حساب عليه ويكون احترافي وتبدأ تستخدمه مهم جدا نشوف على فاكرة لان هو ده اللي جاي اه بتيجي من هنا على بتيجي هنا في طبعا انا عشان عامل فلتر فالحاجات دي زهراري بس انا لو انت لسه اول مرة تقدم خلص انت هنا بتكتب مثلا بانكينج وتكتب في الخانة التانية بيقول لك الكنتري ايه او السيتي خليها الكنتري اكتب في الكنتري ايه ايجيوت طيب هنا هيجيب لك اي حاجة او متعلقة بالمنوع حتى امرتس انبي دي منزل الوظائف بتاعته هنا طيب هنا طبعا فيه شركات كتير اه مؤسسات مالية موجودة في مصر اه برضو بتنزل الوظائف وتبقى محتاجة ناس عندها خبرة بنكية اه دي دي حاجات تانية بس انا هتكلم اه في المرة دي على البنوك فقط طيب اه طبعا لما احنا كتبنا لو جيت تعمل شوية او تنزل شوية في الوظائف هتلاقي مثلا هنا منزل الوظيفة هنا عندنا الاهل الكويتي في عندك هنا بقى بنك اه بنك الكاهرة عندك هنا الاسكندرية عندك ابو ظبي الاسلامي عندك المشرق عندك بنك مصر ويه اه طبعا عندك برايس ووترهاوس كوبر اللي هي الواحدة من البيك فولز الاكبر شركات محاسبة حوالي العالم ويه عندك بنك البركة اه وهنا كمان العرب الافريك الدولي اه وهكذا طيب نفترض مسلا انا مهتم بيه بنك الاسكندرية وحابب اشوف بقية الوظيفة الموجودة دي بدخل يعني انا بضغط على الوظيفة كده طبعا انت لو فاتح من موبايل هتلاقي نفس الشكل بس اختلافات بسيطة جدا بس هتضغط برضو على الوظيفة وبعدين من هنا تضغط على المكان اللي انت حاب تدور فيه على الوظيفة اضغط على وبعدين هتضغط على جوبس لما تضغط على جوبس هيجب لك الوظيفة المتاحة او المعلنة عن طريق البنك ده هنا مسلا كان بيقول وهكذا تقدر بقى تدخل على كل بنك تشوف الوظيف ايه اللي موجود عنده وتقدم على كل الوظيف دي الموضوع طبعا اسهل بكتير زمان انت كنت بتدخل تقدم بتدخل اه ويب سايت كل بنك تدور على الوظيف بتاعته في الكريم لينك وبعدين تبدأ تقدم من جوه وحاجات زي كده لو فاكرين الالطرية القديمة ايه فده طبعا اضغط دلوقتي طبعا ابو ظبي الاسلامي نفس الشي لو ضغطنا عليه هياخدنا للصفحة بتاعته ولو رحنا على الوظيف هتلاقي هنا الوظيف اللي ايه المفروض موجودة في مصر انا هنا عشان اجيب كل الوظيف بضغط بس على الاول واحدة هو بيجيب لي الوظيف بتاعته كلها فهو انا جاب لي كل الوظيف بتاعته انا قدر اقدم بقى عليهم واحدة واحدة مسلا ده بيرسنال بنكر في حلوان مسلا ايه قدمت عليه خلاص طبعا هنا ورضو هتلاقي في شوية بيانات ممكن اتفيدك بتعرف الوظيفة نزلت امتى اه اولا الوظيفة من ابو ظبي الاسلامي ثانية المكان كايرو او ايجيبت دي معناها ان الشغل في البرانش والوظيفة دي نازلة بقى لها اسبوع والابليكانتس عدد الناس اللي قدموا لحد الوقتي تلت تلاف خمسما سبعة وسبعين طبعا العدد في اللامون بس انت حاول له قدر امكان اول موظيفة تنزل تقدم على طول بحيس ايه يكون فرصتك افضل في انها بتاعك او البروفيل بتاعك يتشاف يعني لان دلوقتي اه ما فيش حد بيدخل يراجع بروفيل بروفيل هو بيعمله فيلتر وبيجيب له او افضل الحاجات اللي بتطابق البحث اللي هو بيدور عليه فبالطريقة دي بقى تقدر تقدم على كل البنوك دي الموضوع انا شايف بصراحة ان هو بقى اسهل بكتير مش هتلف كتير في مواقع البنوك وتدخل تقدم اه خدوا بالكم في بعض الناس بتنزل الوظائف بتاعتها او بتعلن عن الوظائف عن طريق اه البوسطات نفسها بتاعت لينكد انت احاول كده هتجبلكو حاجة كانت قريب اه 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 مسلا دي اه متطالبات الوظيفة كويس وبعدين تقدم اتلاقي في الاخر مثلا هي بتقولك هي طبعا مثلا اللي بنزلها هنا البوسطة اه هي بتقولك ابعد تنسي فيه على الايه على في المساجر بتاعت اه اه لينكد ان وده بيوصل لها وهي بيراجعوه يعني مسلا فداكن سريعا كده طريقة التقديم اللي ممكن تلاقيها حاليا بالمتطلبات الجديدة اللي موجودة في السوق. اه ولو انا حتى حاولت ادخل مسلا على بنك مصر اشوف الوبسات القديم كاريرز لقيت الوبسات نفسه مش بيفتح معايا مفيش اي هداية فيه. فبس فاخدوا بالكم ان شاء الله وانتم بتقدموا ربنا يوفق الجميع. تابعونا عشان الفيديوهات اللي جاية ولو استفدتم الفيديو ياريت انشاره. شكرا لكم.